عيد مبارك ويعاد على كل الأمة العربية والإسلامية بخير الآن نتواجد في بلدية أولاد فاية غربية العاصمة مثل ما تشاهدون هذه إحدى نقاط البيع وهناك خلفه مثل ما ترون الكثير من الخرفان الموجودة هنا الجزائر يعني لو نتكلم عن الإحصائيات هي ثاني بلد من حيث الثروة الحيوانية وتملك قرابة 30 مليون رأس غنم منها 17 مليون نعجة بالتالي هذا رقم كبير لكن بالرغم من كل هذه الوفرة تبقى الأسعار ليست في متناول الجميع خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية ونتكلم حول التضخم وانهيال قدرة الشرائية خاصة بعد مخلفات فيروس كورونا نحاول الآن أن نتقرب خلود من أحد الموالين الموجودين هنا سعد يعقوب هو أحد الموالين الموجودين في منطقة أولاد فيت سعد ربما الكثير من المواطنين يشتكون من غلاء هذه الأسعار أول شيء متوسط الأسعار الكباش هذا الموسم الأضاحي كم بلغ؟ 6 ملايين 6 ملايين هي 60 ألف دينار جزائري 60 ألف دينار جزائري حوالي يعني بالعملة صعبة بدولار حوالي 300 دولار أمريكي لماذا هذا الغلاء؟ هذا القلاء من أسباب الأعلاف أسباب العلف؟ العلف قلي نعم العلف قلي المجبار رهب 800 يعني 800 ألف دينار جزائري 500 ألف دينار جزائري هل الآن يعني المواطن الجزائري هل يأتي إلى ربما شراء هذه الأضاعي هل لديه قدرة حسب المراحدة خاصة في هذا اليوم الأخير؟ إلا القليل إلا القليل كاين اللي يقدر يعيده كاين ما يقدرش يعيد نعم كاين العيدة اللي لحكيات 20 مليون 20 مليون 20 مليون مهمة الخمسة 6 ملايين 7 ملايين كاين حتى 10 رب 12 كل واحدهم يقدروا كاين اللي ما عدوش دراهم ناقصين ما يقدرش يعيد السناء أسوام مرتفعة جدا يقال أنه ربما المضاربين هم السبب هل هذا حقيقي خاصة في موسم البيع؟ نعم يعني الهامش الربح يصعدوه؟ يصعدوه نعم كم يبلغ هامش الربح مقارنة بالعام الماضي؟ كاين من 800 مليون حتى الـ 15 ملايين يعني زيادة حول يعني معتبر شروق يعني في هذا الموسم في عيد الأضحى يعني هناك شكوى من طرف المواطن ومن طرف أيضا الموالي الذي يقول بأنه ليس هو سبب ارتفاع هذه ربما الأضاحى وهناك يعني العديد من العوامل من انحصار المناطق الرعاوية وأيضا الجفاف وأيضا ارتفاع الأعلاف سعر الأعلاف وأيضا المضاربون هذه الآفة التي تأتي كل سنة يعني من تجار موسميين ربما يمتصون دم الموال ودم المواطن وهذه ربما موجودة للأسف في كل البلدان العربية في هذه الموسم الأضاحى ترجمة نانسي قنقر